السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم في سؤال جعل القناة رجالة بيقول امتى نمعجن المعجون على الصاج او نمعجنه على الايبوكسي بالنسبة لمعجون السيارات طيب بص رجالة المعجون اللي هو الستوك بتاع الحديد مصرح ليك ان انت تمعجنه على الصاج مباشر بدون اي وسيط طيب امتى بنستخدم الايبوكسي بنستخدم الايبوكسي قبل المعجون ده افضل في حالة لو انت مثلا كان معاك الصاج ده في شغل يعني انا كان معايا حتة الصاج ده مثلا كان فيها مكان شدة اللحام مكان صادة وعليجنها وكلام من ده هنا يفضل او يعني هيكون حاجة خير لو انت مسكت الصاج ده سنفرته كويس ونظفت المزاني سوابه فورشة سلك او حاجة وديته اوبوكسي حتى لو هو اللي سبري دوا اهم حاجة تتبع النشرة الفنية للمنتج مفيش اي مشاكل ولو معجنت معجون على طول المعجون نفسه اللي هو السك بتاع الحديد ده اقرأ النشرة الفنية بتاعته هتلاقيه مكتوب لك اللي انت تطبقه على الحديد بدون اي اي بوكسي. الاي بوكسي حاجة كويسة جدا للصاج لكن يعني مش شرط انك ادام عاوز تمعجن انك تطبق الاي بوكسي برايمر هي يعني حاجة الخيار لك. الاي بوكسي لان مش هو بمش المعجون بس مش خطر ان انت تمعجن عليه بسرعة الاي بوكسي ده يعني استخداماته كتير جدا استخداماته كتير على الصاج وعلى الالمونيوم وعلى الميجالفين وعلى الفايبر فهو يعني متعدد الاستخدامات ومن خواصه ان هو ينفع تطبق عليه معجون الحديد عكس انواع البرامرات التانية ما ينفعش تطبق عليها المعجون زي الفيلر زي الوش برايمر زي الاتش برايمر زي انواع البرامرات اللي انتو عارفين هدي اما الاي بوكسي مصرح لك انك تمعجن عليه. فيفضل انك تمعجن ايه في الاماكن اللي هي ايه كانت معرضة لايه لصمكرة كتير دق دق اه اخرام مش عارف ايه فيه نتوءات صغيرة في الصاج كده. هنا يعني يستحب ان انت ماشي تدي اي بوكسي قبل المعجون هتكون حاجة خير لكن يعني ممكن حد يقول ايه يعني انا معاها الصاج سليم ما تديش اي بوكسي لو اديت اي بوكسي لو اديت اي بوكسي خير لو معجنت حلو طب والاي بوكسي حلو حلو فمين القصة ازاي رجلة فهي يعني عادي الموضوع ما فيوش اي مشاكل ارجع عام حاجة للنشرة الفنية يعني معظم او كل انواع المعجون اللي اشتغلنا بيها مصرح لنا ان احنا المعجن على الصاج واكيد يعني عندكم نفس القصة يعني انواع شركات السيارات دي اللي دي يقول معاجين الموضوع بقى يعني كل الشركات بقى شغالة بنظام واحد ما فيش معجون لازم انك تنزل قبل منه وصيط على الصاج او حاجة بالعكس ده فيه حاجات يعني الابوكس ممكن يعزلها لك كمان قبل ما تنزل بالمعجون لو انت اتمعجن على ورنش متصنفر مثلا او فيلور متصنفر او طبقات ده المتصنفر ففضل ان انت لو عاوز تعزل الكم ده بالابوكس يتمعجن لها فيش اي مشاكل لكن عادي ادي الفكرة كلها معجن على الصاج بالمعجون اللي هو للصوك الحديد ما تخافش ده مكتوف في النشرة الفنية ربيكم تجربنا عاستقل الرجالة اي حد عنده اضافة يسيبها في التعليقات علشان خاطر كلنا نستفاد من بعض والسلام عليكم